صباح الخير أعزائي المشاهدين أهلا بكم في برنامج هي دي مصر وحب مصر وفقرة جديدة من فقراتنا صحيتي والناس مع أماني علي معنا النهاردة الأساز محمود البحراوي معالج وخبير الطب التكميل أهلا بك أساز محمود أهلا وسهلا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن وصفة النهاجان اللي بتعالج القلب ومشاكل الشرية عازين نعرف من حضرتك توصلت لها ازاي؟ وحضرتك أنا توصلت لها لما بنقعد الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد الله صلى الله عليه وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم الحمد للرب عنه التوصل لمرحلة زادهية بتحتاج فكر والأول بتدرس أعشاب كواس جدا تاني حاجة لازم تتوصل لدرجة أنه أنت تعالج الشعرات الدموية الدقيقة الأول والأوعية الدموية الدقيقة إيه اللي يقويها وإيه اللي يمفي عنها السمو بعد كده زي المرحلة دي بتقوى عدد القلب جدا يعني دي مرحلة تقوى عدد القلب لأن أنت لما تعمل السموم وتهدد جهاز العصر المركزي بيقدي إلى الهدوء النفسي الحاجة التانية أنا توصلت لها عن طريق إن أنا عندي نهاجان شديدة على طول المبرش عندي دهون سلاسات وكولسترول على طول بخد لها علاج زي علاج السكر بالزبط يفضل ماشي معا على طول طيب البداية هنا تكمن في إيه؟ تكمن في أننا دايما أي مشاكل للإنسان هي قولون البط البط في غازات في انتفاخات لازم أتخلص منها تماما لأنها تعمل استرس استرس بيقدى إلى حالات نفسية وعصبية وبتقدى إلى زالك بعد كده إن أنا ألجأ لطبيب نفساني هما على فكرة أو أفضل ناس في علاج هما الطباء الطب النفسي العصر ده كله بقى مليان كل استرس مشاكل نفسية مشاكل نفسية وعصابية سرعة جاري ده عايز يبقى حسن من ده ده مش عارف إيه ده مش راضي عن نفسه ده مش راضي عن إيه مش ممكن يعني من هنا حضرتك أعملت الوصفة بتاع اللي قادت على النهاجان آه دي الوصفة دي بفضل المولى عز وجل قادت على حاجة اسمها الدهون السلساء وكلسترول في عشر تيام حاجة جميلة بصراحة العالم كله جربها آه يعني أنا جميع الناس بتتصم من الدول العربية في واحد في غانا تصل بيه آي غانا واحد في غانا تستخدموها يعني آه اتنين تلاتة ومع أرقام غريبة بتتصم استخدموها قالوا يا ابني إحنا بنتتصم مش عشان حاجة عشان نشكرك بس على الوصفة دي آي قادت على حاجة اسمها الدهون السلساء وكلسترول قادت على حاجة اسمها النهاجان تماما بدون منازع وعلى فكرة أنا بأعمل النهاجان في ديئة واحدة من هنا تلات نقطة هنا هاجز وهنا هاجز وهنا هاجز لما يجيني واحد مش قادر ياخد نفسه في ديئة واحدة بالضبط بخلصه النهاجان في ديئة من هنا ده العلاج اسمه السجك ده فيه نقط السجك ما يوصل لهاش آه ده حاجة أعلى من السجك آه بالفضل المولى عز وجل من عند الله تجي ازاي يعني بعض يعني هقول لك على حاجة انت وصلت للمرحلة ان انا اقول لك ان المولى جلنا شأنه من عظمته انت مهما تعمل انت مين ايدك هنا ده هي الجسم كله هنا الجسم كله مم كله هنا في المنطقة دي كله لدرجة نهي هنا العنق هنا اسفل العنق هنا بنص الظهر هنا اخر الظهر ايه هنا المفصل بتاع الفغد هنا الرجب هنا وطر اكيلس ان انا بعمله في ديئة اللي هو بيعطل اللعيبة او طب 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 ما بقى حددك اتكلمنا عن الفقرات حددك بقى بيتعالج ازاي الفقرات العنقية ومشاكل الرعبة بص ايه انا معلش عشان هتفرغ بس الموضوع اللي اخ انهي موضوع حتة القلب والشرين ده خالص اوكي من فضلك اي حد في مصر احنا كان عندنا حاجة اسمها توضير القلب المفتوح في مصر حصل ايه حصل خلصت بسبب الوصفة دي ما عادش حد بعملات قلب مفتوح ما عادش حد بعمل دعامات ما عادش حد عنده نهجان ما عادش حد عنده سلسة وكولسترول هكرر الوصفة تاني زيت كبدي الحوت زيت الجنزبيل زيت الخص زيت التوم اربع زيوت او زيت الجنزبيل زيت التوم او الزنجبيل التوم الخص كبدي الحوت تمام المجموعة دهيت اتنين تقوية عدد القلب واثنين فتح شرائي تمام كلام سليم ينضافوا على العسل اه انت قدي العسل حط زيت قدي العسل حط زيت مقاس بمقاس مش وزن بوزن لان العسل اتقل من زيت اوكي كلام سليم مقاس بمقاس فايق ان هنا ورجو واخد معلقة زهر قبل ثر ساعة ومعلقة قبل عشر ساعة تمام نيجي هنا نبص ان لا نلاقي ان انت عندك مرحلة انت عددتها تماما في مصر خلاص انتهت معدلاش وجود وهي ان انت تركب دعامة او او نهجان نهجان انتهت تماما او او تماما خلاص معدش في مينها جان نبدأ من هنا انت سألتيني عن غضروف الرقبة اه بتعالج ازاي نهو غضروف الرقبة صلى على حيب محمد على السلام غضروف الرقبة دوت اصلا مفيش حاجة اسمها غضروف الرقبة وانا مسؤول عن كلام قدام اي حد قدام اي جهة اماني معظم الناس بتشكل من الرقبة بتاعتها وتعبانة طب ازاي انت انت دلوقت بتقول مفيش حاجة اسمها غضروف الرقبة اه ام وهكلم اي انا على الهوى اه اي واحدة ستة في مصر بترضى عالكلام اللي انا اقوله تماما او في الوطن العربي انا تحت امرهم زي ما هم بتصل عليه قدر اتصل عليه دلوقتي تماما اي واحدة ستة عندها قولون يبقى شعرها بيقع يبقى عندها دوخة وحيان صدع احيان ضربت قلب بسرقة وحيان هبوط عندها افرازات عندها تنميل اي التنميل اللي بتعمل مرة واتنين واتلتة هنا نرجع انت بتعمل غضروف الرقبة ازاي اي ما هوش غضروف اي هو قلم مبرح اه وفيه قول خشونة وفيه قول غضروف وفيه قول دعمات وفيه قول شريح ومسامير وفيه مش عارف ايه طيب اول حاجة المنطقة دي اه اه المنطقة دي هنا فيه مصمار زوار خالص لده جوه اه راس بتتكى على تلقي الرقبة خلاص بش حاجة ام كلام سليم بتتكى على طريقة فنية جميلة مش شرط انك تقعد تعمل في دي كده تمام لأ من هنا كده ام نرجع هنا اسفل الغضروف العنقية ابدأ غضروف الضهر اه ابدأ الفكرات الضهر اللي هنا كده فيه هنا في المصف هي طوال التكة هنا لو التكت شوية في نهاية العمود الفقر من فوق بتلاقي كدفل الاتنين اي انت متخيلة ده الجنب ده الجنب الشمال ده الجنب اليمين طوال اللغة هنا واحد يجي يعاني مش عارف يعمل ايه عنده قلم مبرح في اعلى الظهر اسفل العنق مش عارف ليه مش ليله حل مش ليله حل تماما يعني الاول حضرتك بتعالج القولون اللي هو السبب في مشاكل الغضروف تمام اغلب الحالات اللي بتجي عن حضرتك او اي حتة بنعمل ايه بنعالج القولون ونديله جلسة والله اصلاح مش حاجة او ماشاء الله جلسة في ديها مفيش حاجة ولا كاش في ايد ولا اي حتى الواحدة اللي لابسك وين دي مابنلعوش ما انت عارف الخريطة ايه كلام سليم طيب طب انت بتقول انت بتعالج التنميل ازاي من هنا من اين من هنا التنميل في ديها واحدة طب التنميل في ديها واحدة طب بجع الكوع ده فيه واحد ييجي يقولك ده الرزق ده الكوع ده الرزق الكوع كلام سليم المبرح جدا بتطبق دي وتضرب دول وتعمل هنا عنق فيه بتلاقي حبايا صغيرة خالص جدا تخلي بالك وبتنزل عليها القلة بتاعتك بتبصد لا ما فيش حاجة خلص تمام هم هل دين فكت مفيش اه مفيش حاجة احنا بنجي هنا التصورات كلها لاغلب الحالات وهب هم طب يا عم حمول انت بتقول طب الاشاعة دي الاشاعة دي انت فاهم فيها حاجة هم انت مش فاهم فيها حاجة طيب هتلي اشاعة واحدة واعرضها على اثنين من الاطباء هتليل قراءة مختلفة تمام نظبوط معلش يعني واحد يسمحوني في النقطة دي واحد يقول لك في عمل ايه تاني يقول مفيش لا خد العلاج ده انت فاهماني اصبح هنا اننا عندي تصور ان المولى عز وجل عشان ما تشيفش عورة الراجل ولا عورة الست كافك هنا هوت درس الخريطة بتاعته قويس بقولك انا عديت مرحلة السجب ازاي بيجي لي واحد عندي الرباط الصبيبي هنتكلم فيه ممكن اه طبعا الرباط الصبيبي وخشونة الرجبة اه خشونة الرجبة بص والدتك اختك اكتر ما بيعاني من مشاكل الرجبة الحريب الستات النساء ده بايه السبب اقول لي حضرتك هو اول حاجة السبب خشونة الرجبة السكريات بيبس السكر والعصير بيبس سفن حلويات شكالتات سكر في شاي في ينسون في عصير امنع امنع ده بالعكس انت لما تلقى السكر بتخيص لوحدك قدومات طيب والدتك لقيت رجلها مستقيمة الموضوع سهل جدا مم والدتك مستقيمة وحد يقول لك تغيير مفصل هتعملش تغيير مفصل نهائي مم مستقيمة خلاص مم الاحتكاكات ديت في ناس بتحقن والحقن الحقن اغل ما فيش حد جال انا حقنت ومتاح مم خدت بالحضرك قال انا حقنت وبيت كويس الحقن هنا ده في حقن هنا في العضلة اللي هنا وفي الكتف وحقن هنا وحقن مش ممكن مش ممكن نلجأ بال ايه رجل مستقيم بمسك الفكرة ده العقلة دا اي العقلة دا دا واعملها كده بلاقي غدروف هلالي هلالي كده الفوق ايه مع واحد نازل تحت اللي فوق منه بتحس بييدك بتعرف ان كان في خشونة ولا التهبات ولا التهبات بس؟ صعبة؟ طب لو في خشونة هتعليجها ازاي؟ الخشونة حضرتك بنعمل ايه؟ اول حاجة بحط ايدي هنا ام لو لقيت فتحة داخل الجوة شوية بلف المقص بتاع الجوة اه او حط ابرة كلام سليم ممنوع حد يضرب ابرة فوق بتاعك ام ممنوع انت ماشي ايه الموضوع ام طيب انا هنا باجي اه بضغط هنا ضغط حميد ام بالقلة بتاعتي ام ما يجرحش وما تخافش طيب فيه الم خلف الرجبة اه كلام سليم بدخل المقص بتاعي واشد الرجبة لكده تحت كده كده دليل الالم اختفى تماما بساعتها جلسة واحدة بقى اول بيحتاج اكتر من جلسة هو احيانا بيبقى فيه اعادة ام بس مش غالبا يعني لو المرض في بدايته ممكن جلسة او جلسة ايه؟ وممكن جلسة تنتهي تماما المشكلة اه ممكن فيه واحد بيروح وبعدين يقولك انا مستفدتش ما انت ديك اعادة تعالي صح تعال اعمل اعادة بتاعديك وبعدين كرر ايه اللي انت عملته و ايه اللي انت شفته تماما كلام سليم بنجي هنا مرحلة اعداد المفاصل ام يعني اعداد المفاصل برجع جسم زي ما كان ازاي؟ اولا فيه ناس متخيلة ان الوزن الزائد ما بيعنش مشكلة لا بيهم مشاكل لازم يكون وزنك مثالي على طول اكيد طبعا تاب الزائد يا سيد محمود انت عندك ممكن احيانا الغضة دي راكب عفا مشاكل انا عندي اه الايد في مشكلة ام اكتر حاجة تساعد البداية مع تخصيص القرفة ام القرفة جميلة جدا او انا عملت الحاجة اسمها وحدة سموم بتنق الجسم تماما وحدة سموم ده دي القابل الهو حددك كلمتين عنها اللي هي وصفة التخصيص اه يعني وصفة التخصيص اسمها اه وحدة سموم وحدة سموم وحدة تخصيص هعملها انا اه الواحدة التخصيص ذات انا ربنا سحوات على وهابني ام ابتكار لعلاج الكبد الدهني ام وفي عشرين يوم ما تلاقش اي دهون في الكبد ولا حاجة جميل تماما ام اللي يخلص على دهون الكبد ما يخلص على دهون البطن والجسم طبعا اللي خلص عليها طبعا طيب انا عامل واحدة السموم دي بتاخدها قبل الفطار بساعة وقبل عاشها بساعة او وتجي على واحدة التخصيص بتاخد معلقة ساعة ما تجي تنام او فقط وبياكل زي ما هو عايز وبياكل زي ما هو عايز بس ما عادة السكر يمنع السكر 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 تماما ويش راكوبة تلما سخنا الري ام نبدأ هنا بقى حاجة اسمها اعداد البدم مش المفاصل تجهيز لأ نجي بس في التخصيص اه معلاش دي واقفة فضل فضل لان معظم الناس دلوقتي نفسها تخس مازم الناس دلوقتي عندها دهون على الكبد تمام يا فمي فانت دلوقتي عند حضرتك وصفة للسموم تخلص من السموم ووصفة لتخصيص اه يا فندم طيب يعني اي حد محتاجها يتواصل مع الاقام اللي موجودة على الشاشة عشان حضرتك ياخدها تمام كده مفيش مشكلة ياريت والله يعني بيجينا في المركز ناس كتير جدا نفسها تخص انا حاجة جميلة يعني وياكل له وعايزه وياكل له وعايزه بس يمنع السكر اي ولا شعر اه هتفرق يعني اه وش راكوبة تلما سخنا عن الريق اه انا كنت تكلمتك عن حاجة تانية الليا هي اسمها الضغط الضغط العلي الضغط العلي تقريبا اه الضغط العلي ده نعمة ازاي نعمة اقول لحضرتك الضغط العلي نعمة اللي لم يوصل للجلطات او مشاكل في القلب اه اه الضغط العلي نعمة لان يجينا تجمينك لكل كيف يسمىك تقيل اه كلام سليم وانت من حقك وانت عندك الضغط العلي عايز تزيل السموم الجسد تماما طب اقولك على حاجة اسهل علاج في العالم علاج الضغط العالي ده في ناس كدير قوي بتشكمل وموظر بالناس دلوقتي عندها ضغط عالي بقول لي حضرتك اسهل علاج في العالم لا يمكن تتخيلي ويهي بقى وبالاش ومن غير فلوس بالصيام؟ بالصيام الطبي بالصيام الطبي؟ تمام يا فندي بالصيام الطبي طب ازاي يعني يجي مسلا للمغرب ويفطر زي لا 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 ولا ازاي طب يش رحتها بطريقة في مريض بياخد حبيتين للضغط وفي مريض بياخد حباية اللي اتنم مع بعض اول ما يبدأ سيام الطبي بياخدهمش ازاي؟ انا هشرب كل يوم ثلاثة ازايز مية معدنين لازم تكون للمغربة جدا عشان تحول كل سموم جسمك للاخراج كل سموم جسمك حتى الجسم ذات نفسه بيبدأ يتفاعل مع الدهون ويبدأ ياخد منها الطاقة بتاعته اول ثلاثة يام بقوا صعبين جدا اللي عايزة كم هو ثلاثة يام يخلص على ضغط الغالة تفعنا ثلاثة يام يخلص على ضغط الغالة ثلاثة يام سام طبي في الثلاثة يام ما تاكلش لقمة طب مش يحصل له دوخة مش هيحصل لقمة لا لا ابدا لا هو بيحصل له شوق للأكل جدا بس دي اللي تتعبه وهي ما فياش اي مشكلة تماما انت كل اللي انت عايز عاستاكل بيطرق اكسر جوعك بشرب المي شربت ما تلق نفسك بتحس بتحس اليوم الرابع بتحس انت مش عايز تاكل خالص نهائي واغلب وربع شغلة كده ام خطب لحضرتك واحد عنده دهو دي يعني بدلا ما تجيلي وتاخد منه حاجات انا هخلص لك عليها هتبقى زي الخلق واحد عنده مسلا ورم على الحبل الشوك وبدلا ما تعمل عملية وتعجز خالص يعمل سام طيب عشر طياب هتلاقي انتهى راحت عشان بيتخالص من السموم اللي موجودة في الجسل خلاص هي مش لاقي حاجة تغز عليها الورم ده مش لاقي حاجة تغز عليها هيعمل ايه بينتهي حتى لو في بداية يعني وجود خلايا سرطانية بتنتهي برضه اكيد مش هتلاقي حاجة تتشبع بيه تمام يا فندي مصموط عندنا هنا احنا ما عندناش ثقافة بالصيام الطب علاج سهل وبلاش انت مفاصلك بتبقى زي الحديد كل حاجتك بتبقى زي الفل بتتخلقص من جميع امراض جسمك انا جالي بعض الناس اللي ملتشيش خالص خالص قلتلها عمله سهل طب بمشي وبازيل فل ما شاء الله او والله واحد عملها عشرين يوم كان جاي على كرسي مشي لقيته جاي اللي ماشي ورحمة عملها في خلال قد ايه عمل سيام طب قد ايه عشرين يوم عندنا طب ازاي السود محمود هيفضل عشرين يوم ما يكلش هو انت عندك حق بزيت الوزن التقيل الوزن التقيل ما تفرقش معاها بتاقي طب الناس اللي هي رفيعة بس عنده مشاكل ديون ثلاثية وعندها ضغط عالي احنا هولنا وصفة الديون الثلاثية والكولسترول والقلب والشرية واحد رفاية وعند ضغط عالي يعمل سيام طب تلات يام بس تلات يام عشر اه مش هيقدر اكتر من كده هو لو وصل اليوم الرابع هيلاقي نفسه مش عايز حاجة مش عايز ياك الجسم بيتكيف بقى خلاص بس هو اول تلات يام بقى متضايق وعنده سترس وعنده قلق لان اول تجربة يعني ايه انت ممكن تعمل اول يوم يوم وبعدين تعمل يومين وبعدين تعمل تتعود الجسم اللي انت ممكن تعمل السيام ايه كامل هنا بقى انا بنهي على حاجة اسمها الضغط العالي في جميع انحاء الوطن العراق نسافت نسافته تماما نهيته طب ايه رأيك بقى لو هو واحد عمل السيام طيب بخمسة وعشرين يوم مفيش أي حال يسما عدون على الكلم مفيش اي حال يسما مسلا مفيش امراض قلب والجسم يتخلص من السمو خلص من جميع امراضوا ويكون أمراضوا كلها طيب ايه نطلع فاصل فاض ورجعنا لكم بعد الفاصَل اعزائي المشاهدين اهلا بك يا سلام حمود اهلا لا سلام عايزين بقى نتكلم عن الروباط الصليبي بتعالجه ازاي؟ هو الروباط الصليبي ده انت شوفته على الصفحة او كلام سليم وطبعا اللي ما كانش مرقي ما تصدقهش الودن فعلا صح اللي تشوفه عينك تصدقه ودنك صح مظبوط طيب الروباط الصليبي بيحتاج ضغط من الكعبة ضغط من الكعبة في عندي عرق في الرجل ماشي طوال كده ماسك الصبع الكبير عنده نقطة في النص كده بين حاجزين اتنين بتبتكى عليها وتضرب الكعبة الروباط الصليبي اي حد يقولك عندك رباط صليبي ورجلك مش بدخونك وانت ماشي يبقى مش رباط صليبي نهائي خلاص خلصك فضى نهر عمال تبقى ايه؟ دية ام خشونة الم نتيجة اكل سكريات كتير وحلوات كتير او املاح ممكن يبقى املاح في املاح ووزن زايد الاملاح ومشكلتها انتها ترخرى معادش املاح بقى ولا نقرص ولا الكلام ده يعني اللي بياخد فوار ومش حالف ايه وكلام ده كله عشان الكعبة ما هو فيه حاجة فيه اربعة تحت في الكعبة تحت املاح شاك عظمية نقرص الروباط صليبي لا الروباط صليبي فوق في الروبط الكلام سليمي فيه مجموعة تحت المجموعة ديت لانت بتخلص منها مرة بعدة بالكبريت بالولع ازاي؟ بيدهان زي بتوعين يعني واحدة بتقوم الصبح معلش انا اسف للمصريين كلهم واسف للوطن العربي ازا كتل الحاجات ديت ربنا هجاب على لساني وانا راجل بسيط ده ما زعلش حد بس انا اكتهدت في حياتي كله وشغل ما يعبنيش شغل انا اشتغلت وما يعبنيش ده بما طب بتعالج المشاكل اللي بديه في القدم ازاي؟ هقول اللي حدودك انا بجيب زيت معين وبحط على الزيت ومشي على زيت كده وراح موش وولعها الست اللي بتقوم من نوع الصبح تحط رجل على الارض تلاقي قلم رهيب ايه ساعات بيقطعوا بكعب اه والله اعملت قطع الكعب سدقيني بيقطعوا بكعب طب في حل تاني ما نقطع الكعب وديك كعب طب ومش عارف ايه ما احنا هنقطع بقى مش هينفع في حل تاني انا باخد حاجة للأملاح والنقرس والشكلة غازمين وبعمل ايه الزيت ده هوت وامشي ولاعها بجد وامشي ولاعها على الكعب تحت تقوم تمشى مفيش حاجة ايه ما شو الله نرجع بقى لرباط الصليبي الرباط الصليبي ده هوت يعني انا انا نفسي يعني نعمل قرية علاجية في مصر ياريت المسؤولين يسمعوني وانا اخلى مصر كلها وجهة للعلاج على مستوى العالم الموضوع بسيط فيه اخصائين كتير ياريت ان انا اكون اقل واحد فيهم ونعمل قرية علاج سياحي في مصر ايه المانا احنا ليه مش واسقين في نفسنا ليه ليه ان احنا ما نقدمش كمصريين حاجة العالم كل يتاجه ليه احنا تفوقنا في حاجة كتير احنا العلم بتاعنا مش عند حد الحضارة بتاعيتنا مش عند حد طيب عندنا علاج فرعوني والطب النبو هو فيه لا احد الناس بطلع اقولك مفيش حاجة اسمه طب النبو يا عام الدكتور النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعالج كذا 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 انا اللي سميته طب النبو مش هو الرسول السماء ولا الصحابة ففيه احد الناس اللي سمعتهم بقولك مفيش حاجة اسمه طب النبو لأ فيه بس انا اللي سميته طب النبو مش انت ولا هو النبس صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الرباط الصليب تضغط عالكعب من تحت بطريقة معينة وكمة تكلي عالرجبة بطريقة معينة وساعات بتجيب بين الصابعين الكبار معاصة تعمله كده كلام سليم بيحرك الأنزيمات تحت هكروب فيه بقى اللي بيشير يقولك الزلال راح فيه اللي يقولك مش عارف ايه اختراعات يعني الحمد لله جاي بنتيجة معاك رباط الصليب انا فعلا شفتها الصفحة عندك ما انت شفتها وفي دقيقة يعني انا واحد من الناس كان نفسي اتشرف مقابلة كابتن المحترم بيبو كابتن محمود الخطيب مغطر اكيلي سيفان بيعمله هنا ملعب واحدة وطر اكيليس اللي هو بيخل اللعوب يقعد فترة جاهدة ممنزلش الملعب ايه بيعمله في دقيقة في دقيقة طيب مشاكل الرجبة كلها واصبط الرجبة وبطن البطن بتاع الرجبة دي ساعات بتخلي اللعب ممنزلش الملعب ويقعد التكالب فوق المشت وده غالب بعمله اش حاجة انت عايز تخلّص في دقيقة عشان تنزل اللعب تاني في دقيقة واحدة في دقيقة هو زي ما هو في دقيقة ينزل ملعب بتعليجة بقى من القدم من تحت ولا من ايد. لا يا فندم بالكعد. من الكعب. وفي دقيقة. اه. لما اغزى بقى الشوز بتاعه. او الكودش بتاعه. واردول المشت الفوق خالص. اه. بطريقة يعني تكون قوية شويا. اه. واتك على الرجب. اه. واضرب قد كعد. بطرق معين. ما عليش معنا اتصال. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل الاسوز رجل. انا بحيك يا السادة بحيك المحترم الدكتور بحيك بحيك العزارة المحترم قلب رجل معنا. تحيات الحضرتك يا فندم بتفضل. ما يفعل فيك. النبا يا فندم انا كان عندي سخانة في اه. جدام الاصابع بتاعه رجي في الكفة من تحت مخليتي جدكات رسالة عليها. فربنا يفعلك للدكتور. اه. ما عرفاش نقرس ولا عرف املاح ولا خب. ولا عرف اقتناك عصاب. كله كله عملته. اه. حاضر. والغاية الظروب والله ما لقيل لها عليك خان. العلق سلام. حاضر. حاضر. وثخانة نار نار نار. حاضر. الله يبارك فيك. الف سلام عليك. الف سلام عليك حاج رجب. حاضر. حاضر. ماشي معنا تليفون. الو. الو. لا صحيح انا كنت. تفضل ايفاندم. معاك ايفاندم تفضل. كنت عددها بالنسبة لل. فصول تنمفاصل بنسبة للو. اه. وهي عددها عن نسبة للترتيب وكان مشوار تغيير مصر. وراحك لتكادر كتير يعني. اي. اي. اه. برضو بنسبة لنا. اه دوال السخير هل تنفع دوالي مخارجية. بنسبة للحجام ديها او ايه العلاج ديها مسلا ده هو لسا خير متخارجي. هو اللي هتغيير مفصل? طب معلش رد طب على الدكتور معلش يا عبا بتقوله اي? قال لك تغيير مفصل? اه هو قال لعمل تغيير مفصل. طي. طيب. طيب. طيب ماشي رجلها مستقيمة? لا فيها تقوصها. تقوص تقوص اه درجة كام? اه دي كانت الدرجة الثالثة وكان فيه سرعة تنسيب وبعض امتعابات سببية شوية وما كانش يقب على مشوار التغيير مفصل. بص حضرتك. اه? هتلي فتلة صوف. فتلة صوف. او حتة خطة صوف. واربطها لي على على الصابع على الدبلة اللي تحجز الصابع. على الصابع اللي تحجز الدبلة. على العقول انت فهمني? شايف الجزء ده? معنا? هلو? ايه معك انا. شايف الجزء ده? العقولة ده اربط عليها اربط عليها خطة حتة خط صوف وهتهله تعالى. هتحت امرك. وصرحة الترسل ما تعملش هاماها خالص. شوكرا يا فاندم. فضل. تحت امر. الرباط الصديبي. احنا عملنا حاجات بفضل المقولة عز وجل. انا كنت حتى على وصفة القلب والشريني طيب جايزة نوبل. الناس عادة تتحك. نعمش. تمام? اه نخش بقى ايه انت بتقول ان الرباط الصديبي اللي بسافروا له المانيا ويعملوا عمليات بتعملوا في دقيقة. اه الماني انا نعملوا المصريين كلهم. وعلموا كمان. ونعمل قرية تطبية. صح. اللي عاجبه اللي لاك ده خش. اللي عاجبه اللي لاك ده خش. صح. كلام سليم. صح. ايه الماني? ان احنا نشور بعض ونقف جميع بعض. احنا شغلتنا كلنا ان احنا نزيل قلام المرضى. صح. ان احنا نساعد الناس. ان احنا نقف جميعهم. ليه? الخزنة بتاعتك بتاع يقول ايهامة لازم تملاها. صح. مش هتم لخزنة الدين وتسيب خزنة الاخرة فاضية. صح. مش هينفع. الحاجة التانية احنا خلصنا على حصو المرارة. حصوك كده. بفضل المولى عز وجل في 2019 احد الناس قال لي انت ممكن تكون مناعة خمستاشر الف عمالة استقصال مرارة. لو فعلا في ناس اه اه عمدها بيبقى فيه رامل في المرارة. المفهودي يستقصلوها. لا احنا خلاص. معنا اتصال معنا اتفضل يا بسودة يا سعيد. هلو? تمام. طب نكمل على ما بسودة يا سعيد اتصال. احنا عندنا حاجة اسمع المرارة وحاجة اسمع القناة المرية. ام. وعندنا اربع اجهزة متصلين ببعض. ام. وعايز حد يرد علي. ام. انت بتعالج مرارة واحدة اللي هي بتعمل الصفرة والكلام ده كله. ام. الصفرة بتقدى ايه? لمشاكل في الكبد. انا عندي المرارة دية متصلة بالكبد اتصال لا يا كده يكون مفاصلة عن بعض. اتنين توقم. ام. نخش على التالت التوقم التحار. الرابع التوقم الكلة. ده الوظيفة ما اشي الجسم. ام. ان هما بينقوا الجسم تماما من السمون. شغلتهم مكنة السمون. ام. مكنة الفلتر. ام. بتاع الجسم. انا لما شيل المرارة واو شيل دي اشيل المرارة. تم ما في ناس شلت المرارة وعند ده التعابة شديدة. ام. زي ما هي. اكي انه مششلش المرارة. ام. مش مانا هنا عند حصوة شيلة. احنا هنقدر بازن الله تعالى. مع بعضنا. ننخل ما شاء كل مصنوعين. للازف الوقت عادة. بسرعة. احنا محتقين حلقات كتير عشان. عشان ناخد علم حضرتك ان شاء الله. تحت عمر. شوكوا يا سيد محمود. عزيزي المشاهدين انتظروا ان شاء الله الاسباق القادم بازن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.